اشتركوا في القناة يسمح لناس أن يقرأوا الرسالة بطريقة معينة جنبك الشخص أو تركت جوالك وحدفته فالطريقة اليوم لحتى نحافظ على الخصوصية ونمنع الإشعارات والرسال خصوص على الواتس أب من الظهور إلى العامة بطريقة سهلة ووسيطة بإذن الله كل ما عليكم متابعة الشرح إلى النهاية السلام عليكم مرحبا فيكم من جديد ورجعنا على أكمال الشرح ومثل ما كنا نحكي عن طريقة أخفاء ظهور الرسائل والإشعارات على الشاشة الرئيسية وشاشة القفل بشكل عام لتطبيق الواتس أب بطريقة سهلة وبسيطة بإذن الله طبعا الطريقة فيك تطبقها على جميع التطبيقات ولكن قبل ما أكمل لك الشرح أتمنى منك تفعيل زر الاشتراك وزر اللايك وزر الجرس هذا الشيء كتير محفزنا ومساعدنا على أن أستمر معكم الآن يا جماعة من أجل تطبيق الطريقة فأول شيء توجه إلى الضبط بدخل إلى ضبط الهاتف وبعدها بنزل إلى الأسفل إلى خيار اسمه التطبيقات ببحث عن الخيار بدخل إلى خيار التطبيقات وبعدها باختار التطبيق اللي بدي أمنع الإشعارات الخاصة فيه أو الرسائل منه الظهور فمثلا اليوم عم نحكي عن الواتس أب ببحث عن تطبيق الواتس أب بدخل عليه وبعدها في عندي أول خيار اللي هو الإشعارات بدخل عليه هلان هون بالاعلى في عندي السماح بالصوت والاهتزاز هون مفعل هاد الخيار بوضعه على الصامت بيبقى عندي خيارين اللي هو شاشة القفل بيكونوا ايضا عاطيه خيار سماح فبضغط عليه وبحولوا للون الرمادة هيك وعندي الشارة ايضا بضغط عليها وبحولها الى الرمادة وهيك انا منعت من ظهور الاشعارات بشكل عام الرسائل الى اعلى الشاشة او على شاشة القفل اتمنى تستفيدوا من هذا الشرح يا جماعة وادمتم سالمين